موسيقى موسيقى مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين حياكم الله بحلقة يديدة وأمسية جديدة ختامية في هذا الأسبوع من برنامج الثمنتعش نطلع عليكم دائما ونمسي عليكم دائما في هذا الوقت المتأخر في الكويت بتوقيت الكويت تحديدا وأيضا في التوقيت الخاص لدول الخليج أرحب الجميع لكل من ينضم لمتابعة برنامج الثمنتعش لمناقشة أبرز المستجدات الكروية الرياضية اليوم إن شاء الله رح نناقش مباريات اليوم اللي حصلت في بداية انطلاق الجولة سابعة من دوري فيفا والمبارات اليتيمة هي اللي جمعت ونبارك أيضا للجماهير العربوية بيفوزهم على نادي النصر رح نتكلم بتفاصيل عن هذه المبارات وأيضا رح نتكلم بشكل تفصيلي في حلقتنا اليوم عن نادي الهلال السعودي وهذا النادي اللي ما زال مستمر في إبهارنا للأمانة باللي قاعد يقدم بعد بطولة أبطال آسيا اليوم يفوز ويتأهل لدور النصف النهائي في بطولة العالم لأندية بفوزة على الترجي التونسي وأيضا هناك بعض الأخبار الخاصة بالانتقالات وقاعد نشوف هناك انتقالات الجاهزة من الأندية للانتقالات الشتوية رح بضيوفي داخل الاستيديو نبتدي من اليمين كابتن بدر الخالدي نمسي عليك ومشعل وحياك الله ويانا في الثمن تأمسي عليك أبو تركي وعلى الكواتل الأخوان الموجودين معنا ونقول ألف مبروك لنادي الغاتسي أحصولهم على كاس سوبر وهارد لك لنادي الكويت مجلس إدارة جهاز إداري فني لاعبين جهاز طبي واخوي الغالي عادل عقلة ومعوضين إن شاء الله خير وأنا يعني عارف إن شاء الله أنتم راح تنهضون بغض النظر على إصابة الجمعة لنا أنتم غيري إن شاء الله مبارك لكم الصالح الفوت العربي ضيق الخلق اليوم يلا فيها حاجي شكرا يا أبو مشعل فيها حاجي كابتن مساعد نور حياتك الله ويانا في 18 ومنورنا اليوم ونقول لك هارد لك الله يسلمك هلا ابو تركي ومسي عليك وعلى الحضور أخواني الحضور موجودين مبارك حق الهلال طبعا فوزهم سعود الغاب النهائي مبارك لأخواننا قد لك ناد العربي مبروكين هم نقول مبروك لنادي الغاتية حصولها على بطولة السوبر وهارد لك أخواني بنادي الكويت مجلس إدارة وجماهير وتكلم بعدين عن العربي إن شاء الله أنا الصراحة من زمان ما شفت أخوي بسلوح يعني يمكن الرابع من زمان كل يوم نشوفهم أو بين فترة فترة بس بسلوح من أول مرة أول ظهور أول ظهور ونتشرف للمانه برنامجة المنتاع عشكا ضيف اليوم كابتن صالح مهدي مدرب الحراس في منتخبنا الوطني للشباب حياك الله ويانا نشكركم هذه الصلافة ومسعى لأخواني الحضور وإخواني المشاهدين وإن شاء الله نكون ضيف إن شاء الله تشرف وتنور وتكون صاحب مكان دائما ولقاك في هذا البرنامج للجانب الآخر كابتن محمد الصالح نمسع عليك في الـ 18 باسمي وباسم البرنامج نشكرك أنت ومن زملائنا في الطاقم الوفد الكويتي الإعلامي اللي مقصره والأمانة بعد التغطية الخاصة اللي كانت في خليج 24 المقامة في الدوحة واللي الحمد لله انجحت قبل بدايتها وإيضا باستمرارها إلى نهايتها من خلال هذه التغطيات اللي شفناها سواء أنه كان في الكويت وغيرها من دول الخليج للأمانة كفيت ووفيت ويا محمد والحمد لله على سلامتك الله يسلمك عبد الله أول شيء يرحب فيك والسادة الكباتن الإكبار الموجودين والسادة المشاهدين وترحيب خاص طبعا أخوي صالح مهدي نقول يا أهلا ومرحب أول مرة تشرف أني أكون معا هذا العملاق عملاق حارس حراسة المرمى عبد الله أول شيء شكرا لكم على شكركم شكرا نحن ما سوينا أي شيء هذا واجب وطبيعي كل من يسوي هذا الواجب شكرا للوفد الإعلامي كل الشباب اللي كانوا معاي ما قصرت برئاسة سالم سعدون وأعضاء الوفد جميعا حتى جميع البعثة بصراحة شكرا لكل من قدم كل من حاول أنا شفت يعني كنت قريب من كل الأحداث نعم كل من كان يحاول يقدم أفضل ما عنده بشكل عام والحمد لله قدر رماشة فعل هذه النتيجة اللي طلعنا سواء كانت جيدة غير جيدة من جانب إعلامي من جانب فني من جانب بكل الجوانب شكرا للجميع صراحة ويعطيهم ألف حافية وموفق خير إن شاء الله باستمرارك في برنامج المعامل مباركات الشغالة ومبروك فوز النادي العربي اليوم وقل لك استهلا وخيرا إن شاء الله لا إن شاء الله بداية الانطلاق أخيرا بارك لك يا محمد إن شاء الله بداية الانطلاق إن شاء الله بداية الانطلاق إن شاء الله بداية مباركات للأمانة يمكن اللي كان يتابع البرنامج كنا حزينين بوضع العربي واليوم سعداء الأمانة الوضع بشكل عربي العربي نادي كبير للأمانة وجوده ومنافسته هذه نكهة خاصة في الدوري الكويتي بو خالد حياك الله ويانه في الثمنتعش كابتن عادل عقلا نمسي عليك ولكم باك مرة ثانية ونقول لك هارد لك خسارتكم في السوبر حياك الله أبو تركي شريفناكم متواجد معاك أخواني معزا ومشعل خير من مثلنا هذه السالمية ومن أفضل الإداريين مجامل لهذا الرجل أخواني العزيز المساعد الله أزاك خير يا أبو موشعل أخواني العزيز المساعد الدور اللي قاعد يقوم فيه في فريق الشباب نادي النصر وباصلوح يعني أخوي وصديقي وهو من اللاعبين اللي حققوا إنجاز التاهل لسدني وهذا المنتخب اللي احنا نفخر نقول آخر المنتخب تأهل لكاس العالم نعتبره كاس العالم الأممبيات ومحمد ماني مرحب شرفني أخوي أبو عبد الله وعزيز وغالي والحمد الله على السلامة بعدين ينبعض اليوم أكيد أنا أتشرف مشتاقل أصلكم تكت ينبعض أنا مشتاقل أخوي وصديقي وحبيبي أولي مبروك فوز العربي ونقول هارد لك أيضا نصر مبارك أيضا للغاتسية ونقول هارد لك هذه كرة الغدم مبارك أيضا للهلال مو بس صعودة تبارك لها مستواه بكل أمانة فعلا كرة السعودية دوري السعودي هو أفضل دوري عربي وأسيوي اللي قاعد يمثل يسوي الهلال شي مسح ونقول هارد لك بما أننا كلمنا بغادل السد أيضا هارد لك للسد يعني لآخر دقيقة يعني كرة بدرو هذا لو كان بالإمكان أفضل من المكان بغادل 96 إلى ثلاث الكل صحيح 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 مشاهدنا التسفيه مشكورنا بغادل كرة الطريق ياهلا وسهلا فيكم جميعا ونرحب فيكم مرة ثانية وإن شاء الله نبتدي حلقتنا ومحاورنا في البرنامج بعد الفاصل بسم الله نبتدي حلقتنا اليوم ونتكلم عن النصف النهائي وتأهل النادي الهلال السعودي لدور النصف النهائي في كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة ما شاء الله تبارك الله من هذا التنظيم الرائع اللي حصل في خليجي 24 على طول إلى دخولهم في تنظيم خاص لكأس العالم للأندية هذه جزئية ضرورية نتكلم فيها إن شاء الله لكن بو خالد نبتدي وياك كونك شاهدت هذه المبارات تكلمنا عن نادي الهلال السعودي وفوزه اليومي أهله لدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية تحديداً إذن الهلال العالمي أكيد أبو تركي أول شيء الهلال بكل أمانة الآن مختلف عن دور يبطر آسيا يفترض أن يكون أقوى نعم الفرق الموجودة في كأس العالم للأندية أقوى من الفرق لدور يبطر آسيا نعم لاعب فلامينغو السابق الذي سيلاعب فريقه ولكن أيضاً ما هو اللاعب الذي يقوم بإضافة الهلال أمر خريبي مبتعد من المباريات يعني الهلال مشكلته أنه محترفين في الدولة السعودي ما يشاركون لكن أيضاً قوة الهلال بمحترفينه ولاعبينه المحليين يعني اليوم لكل شاهد يبدل نص متأخر ويلاعب مهاجم أمام فريقنا بحجم الترجي مخالد لماذا قومز شفت شون قلب المبارات؟ يعني خاصة ببوتركي لما لاعب قومز تتكلم عن إدوارد وهو النجم الهلال لاعب بالنص صار هو وياكنه وعندك سالم الدوسري وعندك كارلو وقوميز وخريبي لكن قوة الهلال بقيمته يعني وهو مفاتح الملعب الترجي مقادر حتى يسيطر على الكرة يعني الهلال اليوم لما لاعب قومز عطى مساحات الترجي بس مو قادر الترجي يطلع لقوة الهلال اللي قيمته الفنية حتى اللاعبين مهما المدرب يقول حق الترجي الصعد ما يقدرون عارفين قيمة الهلال بعد ما سجل قومز كان قادر أن يسجل خريبين قبلها سالم الدوسري أضاع قبلها دواردو أضاع قبلها كنو أضاع اليوم الهلال صراحة بكل أمانة استحقوا الفوز هل ترجي بخالد ضيّع ترجي ترجي ضيّع متركي كل فريق ضيّع أنت ترى أنك تضيّع مو أنك أنت زين أنك تضيّع مو أنك أنت مسيطر هذه كرة الخذب صحب يتضيّع كرة كرتين لكن الذي يرى المباراة الهلال وترجي بكل أمانة الهلال أفضل بكثير يعني تنظيم أفضل دفاع أفضل لما يقول لك دفاع ما تكلم أربع مدافعين أتكلمك على طريق كامل كتنظيم دفاع الأطراف شون دي شون الداخل شوف سالم الدوسري اليوم يعني سالم الدوسري لو لاعب في كاسر خليج في هذا المستوى أنا أقول لك سعودية أخذ كاسر خليج من أول مباراة لاعب لا قيمة كبيرة حتى كنو شفت الفريق ما تأثر بخالد بقياب سلمان الفرج أنا شوف شوف سلمان الفرج وعبدالله عطيف من أميز اللاعبين في الدولة السعودية عبدالله عطيف كان في الاحتياط سمى الفرج مصاب أنا أقول لك الهلال ما يتأثر بأي لاعب شيفونكم بكوميز بكوميز ما لاعب ترى ببداية وهلال كان أفضل في فرق بوتركي اسمها شوف أنا بعطيك مثل بالسابق يقول لك أنا أذكرها على العين يقول لك العين بمن حضر صح ترائية مختلفة في لاعبين مؤثرين في لاعب يأثر عليك لكن اسمك وقيمتك هي تخلي الفريق الثاني خاف منك لهذا السبب تفوز عليه في فرق تفوز باسمها يعني أنت تتكلم خل نقول عبر شلونة تتكلم لاعب بقيمة ميسي قيمة ميسي لا يشارك أمام ريال مدريد ويفوز خمسة عبر شلونة على ريال مدريد لأن دائما قيمة الفريق باسمه هذا ترعب الآخرين هذا ما عمل الهلال اليوم تقول لو ناقل سبع لاعبين قيمة الهلال واسم الهلال أجبر الترجي أن يلعب هذه الطريقة نعم محمد الصالح أنا أتكلم بصفة عامة هذا التمييز اللي قاعد يقدمه اللي احنا سميناه الهلال العالمي خصوصا أن نواصل في مواجهة فلمينغو البرازيلي في دور نصف النهائي أنت شنو توقعاتك مع النادي الهلال السعودي وهل تتوقع أن يوصل نهائي كأس العالم لندية شوف عبدالله قبل التوقعات هو شي جميل أن نشوف الكرة الاسيوية تطورت لهذا الشكل إضافة إلى أننا نشوف هذه فرق خليجية يعني الهلال فريق خليجي السد اليوم قدم مباراة كبيرة أيضا خسر نعم لكن فريق خليجي بالنهاية فرقنا الخليجية والهلال حاليا قبل النهائي وشوف عبدالله أنت قاعد تسألني السؤال تقول هل يوصل النهائي ولا لا سقف الطموح وسقف التوقعات صار عالي جدا صح أنك توصل النهائي بطولة العالمية هذا الشيء عبدالله يدعو المفخرا نحنا كأكورة أسيوية نتمنى أن هذه العدوى تضيف علينا تيليننا نحن ترفع من المستوانا دائما هذا الاحتكاك هذه المشاركات هذا القرب اللي بيننا يبّليننا على الأقل نلحقهم على الأقل تقدير نلحقهم مو بضرره بصير مثلهم أو نطوفهم لكن نحاول نلحقهم نحاول على الأقل على الأقل اللي عندها غيرة دائما على نفسك ت Trpleji لما تشوف غيرك متطور تحاول تصير مثله لما تشوف غيرك قوي تحاول تصير قوثه دائما العمل دائما وهذا الأمر محتاج تبحث عنه قريب يمك ترى و تعرف بنفس العقليات بنفس الأفكار بنفس الظروف بنفس المعطيات المدارس العالمية أصبحت قريبة و قصة النجاح أصبحت قريبة حتى الأمر الاجتماعي جغرافيا أنا أتكلم نتكلم بعض المرات ليس الحين بأي وضع عام تتكلم عن نوع الأكل السهر سلوكيات اللاعب كلها بشكل عام هذه السلوكيات نحن في مجتمعات متقاربة لا أتكلم عن شيشة و غيرة طبعا نتكلم عن السلوك اللاعب كلها بشكل عام نحن متأخر نوم هذه الأمور كلها نحن في مجتمعات متقاربة ثقافيا فأمر أنه يوصل إلى هذا الحد و نحن قاعدين مكان يعني مستغرب بصراحة يعني ما أقولك سهل أنك توصل هذا عمل جبار الدوري السعودي ترمو اليوم و أمس أفضل دوري من سنوات طويلة و هو دوري قوي جدا حتى لما كنا نحن ككرثتين يعني متقاربتين في المستوى الدوري السعودي كانوا من الدور الكويتي نعم فنتاج الدوري نتاج العمل نتاج التخطيط هذا كله بالأخير شفناه على أرض الواقع إن شاء الله يقول الهلال يوصل النهاي إن شاء الله يوصل النهاي بذن الله بذن الله كابتن بدر كلمني عن المباراة القادمة الهلال السعودي و فلامينغو البرازيلي و أيضا مواجهة الهلال لمدربة سابق شو بتركي أنا يعني ودي أخذي شوي شق من المباراة اليوم اللي صاد حكم بني أنا شفت المباراة و الأخوان اللي تفضلوا يعني كفوا وفوا بالأمر لكن أنا جدا معجب في المدرب اللي لناد الهلال صراحة يعني ليش سالم الدوري السعودي دائما بارس في ناد الهلال مبارس مع المنتخب لأن فيه توظيف صحبه بناد الهلال زائد أن قيمة المحترفين اللي موجودين الضيف للفريق رهبة و مثل ما قال أخوي عادل أن الفنيلة الضيف رهبة بغضل أن أضرع من المنية يلبسها صح لأن الفريق خلاص يعني حتى اللاعب المحلي قاعد يتطور إلى المستوى الأفضل والاحترافي بسبب المحترفين اللي عنده زائد السد اللي أنا شفت المباراة اليوم يعني أنا شوف الفرق هذه خلاص وصلت مستوى أنه يعني أوفر على المستوى الآسيوي لو نرجع شوي للزمن يمكن يذكر بو خالد ترى السد والهلال كان يخرجون من دور المجموعات بعكس القادسية القادسية كان يتأهل ولعب مع راول الفرق هذه كانت تأهل الهلال كانوا يعانون من دور المجموعات ويطلعون بره وهلال فيه مرة يمكن بو خالد يتذكرني كان مديل المجموعات ومشعل هذا كلامك فعل ماضي لكن الناس تطورت وانا العشي أقول لك في مشعل مرة احنا والهلال نبغ تقول نحن تعدلنا مع الهلال واحد واحد صح قال الله فهد عوض في الكويت في السعودية وتعدلنا في الكويت صفر صفر ولكن خسرتنا من بغ تكر اللي بأوزباكستان طلعتنا كلام مش عسرين صح بالنسبة وماجهة الهلال مع فلامينغو مدرب الهلال بعد المباراة اليوم صرح بالمؤتمر الصحفي وانا فهمت ما بين السطور قال انا يعني وصلت لأربع أفضل أندي بالعالم هذا فخر لي اتوقع أنه عرف أنه مستوى استسلام يعني ليس استسلام يعني أنا يعجبني المدرب الذي يعرف حدا وين يعني ما يعجبني مدرب ما عنده طموح أكثر من شديد لا أنا بس على الجزئية هذه ما عنده المدرب أول مدرب يذكي بيرفع الضغط على اللاعبينه عربت في هذا التصريع ما في أحد من داخله يعني يوصل للمرحلة هذه بالأخير ما يكون عنده طموح من داخل بس بالأخير يبقى الكلام في الإعلام شيء وكلام داخل الغرف المغلغة شيء آخر أمية بلمية هو عنده طموح يوصل للفاينل بس يمكن بشير الضغط على اللاعبين يخبرون الضغط اللاعبين طبعا نساعد لم يكن مدرب ما يطمح لكن يعني مثل ما قلت مثل ما الأخوان تفضله فهد بفارس وكبتي تام العناد والشيخ أحمد اليوسف يتركي قبل خلاكاس الخليج و أنا كنت موجود هنا و قلت تصريح بمجرد يخبر الضغط لللاعبين فقط لغير أنا أتوقع شيء وأنا بالعكس يعجبني ومدربه شفت حركة كومز اليوم لما قول رحق لعبين فلامينجو صح يعني هو بالعادة عند حركة معينة سويها ما سواها رح يركضوا مساعد لهم وصل لهم ما يش سوا لهم يعني شالوا الكاميرا لما شالوا الكاميرا خلوا الكاميرا عليه شالوا عنه هذا استفزاز بو خالد إيه بس كان يضحك يعني مثل ما رح معصب ما تدري بس لعبين فلامينجو لما في عن قرب ما كان يضحكوا وكلهم كانوا ساكتير هل متفاجئين هل ترحلهم أنا ترجمتها أن هذه حركة السفزاز التي صارت عشان نشيدي حتى الكاميرا المخرج شالها إضافة بسيطة تفضل قبل الله تستخدم تفضل أنا ترى مو عيب إنه لجنة من الاتحاد من الهيئة من الاندية مدرع الصرق يروحون نادي الهلال نادي السد الدور السعودي الاتحاد السعودي التطوير هذا يعني الورش العمل اللي نحن قاعد نسويه هنا حول هناك دعنا نتعلم دعنا نضيف الإضافات هذه يأيي لك فيها يا أبو مشعل بخصوص أنا بنتكلم مع كابت المساعد النقطة الأساسية واللي إحنا الحين نرد الذكريات مرة ثانية نادي الهلال رح يلتقي مدرب السابق جيسوس اللي هو حاليا مدرب فلمينغو البرازيلي إحنا نشوف أنا لم أشوفت المباراة كانت عن تغريبا كنا نطالع المباراة العربي والنصر بس الموصلة نشوف المنظوم اللي نعملون فيها أخواننا في المملكة العربية السعودية وبشكل أخص الأخواني الهلاليين يعني نشوف الشغل بشكل عام وين وصلوا يعني وهذا ما جاء من فراغ يعني نتكلم كظهور كمستوى فني إضافة إلى النتيجة يعني هذا شغل جبار معناته أنه فيه شغل وراء هذا نحن مفروض نحن نحذو حذو هذه الفرق وهذه الدول اللي على قولة مثلا أنت قلت كلمة في محيط الجغرافي يعني ما تبعد عننا يمكن الكيلو مترات البسيطة أن نشوف وين قاعد يصول العالمية نتمنى نحن نتمنى الواحد ما يكون محبط نتمنى نحذو حذو هذه الفرق وعسى الله يوفقهم إن شاء الله آمين إن شاء الله رح أخذ من كلامك الأخير كابتن مساعد لكابتن صالح لكن كابتن صالح أبي أيضا إجابتك بجزئية الهلال السعودي والله أنا وهذا الدور الكبير اللي قاعد يسوي أنا أشيد باللاعبين خاصة للعبين الدوليين يعني لعندهم يعني فترة الأخيرة مر بضغوط كبيرة يعني مباريات على مساوى عالي الصراحة أعفو عليهم يعني لعبون نهاي الأسيوية وعقبها راحوا مع كاسر خليج والحنة بطولة هذه صراحة أنا أشيد باللاعبين صراحة وصلوا لهم مساوى عالي وفكر عالي ويلعبون تحت ضغط يعني صراحة ما وصلوا لهم من فراغ يعني يعني متابعت بسناب وتريد متابع تدريبات نادي الهلال نادي عالمي صراحة يعني لو تابع تدريباته صح نادي أوروبية تابع نادي يلعب بقوة الدوريات الأوروبية صراحة كتنظيم كنظام كشغل كعمل صراحة منظومة متكاملة يعني هذا ما وصلوا لهم من فراغ يعني صراحة كرعاية كرعاية رعايات ما هذه الهلال تفوق رعايات عندي على مستوى عالي يعني توازي ريال وبرشلون شركات عالمية تتكلم فقط رعاية تتكلم فقط شركة أعمار فقط أعمار 2 مليار ونص درهم مدة 5 سنوات ما يعادل 500 مليون خليقوا 500 مليون ريال سنح مبلغ فقط من شركة خارج يعني خارج أسوار النادي غير الداعمين حش تسونه صحيح أرقام كبيرة قاعد تقوم دعمها خصوصا للرعايات محمد أنا يمكن لأنك أنت توق راجع وكنت موجود في الدوحة بيتكلم أنت شفت خليجي 24 لكن ما رديت من السفر أنا بتكلم عن قطر ونجاح تنظيمها لبطولة خليجي 24 والآن مستضيفة كاس العالم للأندية وهي اللي بين البطولة الأولى والثانية مصر أسبوع من تجهيز إلى تجهيز آخر من مع السلامة إلى أهلا وسهلا بالجميع مطار استقبل مطار سلم ومطار استقبل في أربعة أيام تحديدا في قطر وطبعا مشارف البطولة الكلي تابعه لكاس العالم اللي راح تكون 2022 اللي أبي أقوله أنت شنو شفت من قطر والتمست من قطر تقدر توصلها لنا شلون ممكن نستفيد أيضا من هذه التجربة اللي مرت فيها الدوحة عبدالله أولا يومين فعليا هو يومين بينهم انتهت بطولة الخليج تاريخ ثمانية على ما مشت الوفود بتاريخ تسعة البطولة كاس العالمان بدأت 12 فمن الطبيعي أننا قبلها بيوم أو يومين الناس موجودين في تاريخ 11 أو 10 فأنت يوم إلى يومين بس لا أنا من ثمانية إلى 12 أربعة يوم ايه ثمانية انتهت وهذه 12 بدأت عن مباريات فمن الطبيعي هذا يمشي بتسعة وهذا يوصل عشرة يوصل يوصل عشرة يعني آخرهم ممكن يوصل عشرة عبدالله أنت قاعد تتكلم عن يعني ما علي تقولي مباريات هي في استئفن المطار إلى الفنادق إلى الحركة إلى الملاعب إلى التور إلى الإفنتات الاندرغراوند اللي جربنا توه صارت تجربة بالخليج طبع التور اللي قاعد يصير الإفنتات والله تعالوا هنا في اجتمع في افتتاح تتخيل في افتتاح مدينة نحن أثناك حصل خليج يفتتاح مدينة راقية جدا يفتتح فيها فندق فخم على مستوى عالي هذا كله من داخل ببعض ترقب الله في بطولة العاب قوة 2019 كانت حافلة جدا لتنظيمات قطر للبطولات يعني عبدالله ما شاء الله ليلى أهل الله ليلى أهل الله ليلى أهل الله أمور يعني في مراقبة من الفيفا على التنظيمة عبدالله هذا يتوقع كلها براضات الكاس العالم هو طبعا خلطة واحدة يعني كأن الناس طاهمة عارفة مسبقا شنو قاعد يصير يعني هي مزهبة ممزهبة يعني هذا الأمر زحنا بعيدين عن هالسوالف كتنظيم ملعب ما عندي كتنظيم اللعب تمره فيه ما فيه هل بصالح أنا أطرح سؤال يا جماعة أنا ماني بتركي تسمح لي بو عبدال تفضل تهدي الآن متخب الكويت خليقوا اللعبيين المدربين الجامعة جامعة الجامعة عندهم 12 ملعب الجامعة ما كلبك عندي من أفضل الملعب يعني خليل الجبابلي مدرب منتخب تونس كان لياقة البدنية مدرب الترجي مدرب الجيش الغطري يعني عنده خبرة رح مع عسكرات البرازيل رح كل مكان يقول لي بو خالد شيء لا يوصف أرضية الملعب الجامعة ملعب الجامعة 12 ملعب يعني هذا بيعي هذه السنة ولا إحنا متخلفين رياضيا لا لا إحنا متخلفين رياضيا بس تحقيق رياضيا لا متخلفين ومتخلفين ومتخلفين رسلا أقول لك شيء والله العظيم نحن نجاهد ونقاتل لكن للأسف حبنا ترى من كرة القدم اتكلم عن جنة ترى جنة لا أشكر لكي لمادة وي لا لكي الاحتراف أنا أطرر عمري ألعب وما أخذ دينار واحد ما فيه احتراف ولا فيه شيء نعشق كرة الغدم نعشق أنديتنا عشق بلدنا ما تطور عائل؟ ما راح تطور إذا الدولة ما تابعه شون تطور لا تقولي الأندية إحنا في الكويت لا تقولي الأندية لأن اللي ماسكين الأندية آخر همهم التطور لازم يكون فيه غرار من الدولة لازم يكون يعني أنت أنا مني أربعة أيام عندي مقابلة على المكشوف فسألوني الأخوان أن النافس قلت أنا ما أقدر وأنا دولة طرق أرسية نفس لأن أنا نادي ما قاعدة أوجه هنديك قاعدة أوجه دول دول هلال دولة سترك على بعض السد تحيل دولة أنت الآن شوف الدعم اللي قاعد يصير لهم هذه الدول رعايات وشركات وبلاوي إحنا شيء اللي قاعد نقدم لنا خذتك الكلام صراحة إحنا الله أعطانا بكل أمانة ولا أجامل وأقول كلمة الحق وربي فوق العم علي قانم وأولاده يعني الشق والنادي قاعد يتفعلون شو سواتنا لنا الدولة لا تقولي الميزانية هذه اللي قاعد يعطوننا الهيئة حق موظفين وموظفين شوف تم حق المحترفين بتركيا بيننا عمل كبير أبسط مثال أبسط مثال أنا رايح مع أسكر من أسبوعين لأنا ما عندي ملعب أتمرن فيه ما عندي ملعب أتمرن فيه ملعب يصيان الأستاذ وملعب رغم اثنين ما أقدر أمشي فيه هذا أبسط مثال الشيك عود ما كان عندنا ملعب نتمرن فيه كنا نتمرن بأستاذ جابر الفرعي ونتمرن عقب الفريق النسائي بعدها كان فيه منتخب النسائي يتمرنون ويعقبه له وبعض مرات يعني بعد الروح اللي هم موجودين ما فيه ملعب ما فيه ملعب على هذا الكلام اللي قاعد تسمعه محمد ملعب 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 بعشر ثواني ملعب اللي تمرنا فيه منتخب الكويت ملعب الجامعة الأرضية يعني أول ما دخلنا كلنا 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 بدون استثناء سواء تبي اللعب يتكلم على الأرضية الإدارية يتكلم على الأرضية الوبد العلام يتكلم على الأرضية الزوار يتكلم على الأرضية يا رجل هدين اللعب ينقى نصور الأرضية يعني أنا أريد أن ألعب خذنا من قطر كلمنا عن مشاكل زولية الله يهنيهم الله يزيدهم قطر دائما يعني أصبحت رائدة في التنظيم مثل ما قال بخالد قطر راحة مرحلة أور يعني ما أعتقد فيه دول حتى يعني دائما نستصغر بعض الشيء حاليا قطر عالمية في التنظيم عالمية يعني مو مو تنافس على مستوى العالم في التنظيم ما تنافس على مستوى أبدأ تعكس هذا الأمر علينا إحنا الشباب تكلموا كفوا وقفوا لكن هذه الأدوات اللي موجودة إحنا الأفكار عندنا يعني كناس تطبيق غيره غيره لا عندنا لأننا حاليا إحنا مو محتاجين نصعد السلم واحدة واحدة وغيره إحنا قاعد نشوف كل شيء قاعد نشوف قطر شو نظمت قاعد نشوف حتى ألمانيا لما تنظم على سبيل المثال سواء في كاس العالم وبطولات أوروبا وغيرها سهل أن ندخل نشوف سهل أن نسافر نشوف قاعد نشوف المباريات الكبيرة كيف ينظم لها في المباريات سواء كابدو الأسمانيا وإنجليز واتبرايين كان هذه الأمور إحنا نظمنا كاس الخليج عندنا نيب الكويت ألف الحمد لله التنظيم كان رائع على مستوى عالي جدا لكن إحنا ما عندنا أدوات ملاعب ما عندنا على سبيل المثال ملاعب فرعية للتمرين الأشياء الأساسية مو موجودة أما إحنا نقدر إحنا نقدر إحنا نقدر ولا ما نقدر إحنا نقدر الشي موجود إلا موجود للأسف مو موجود هذا يحتاج أن الدولة تتلفت له هذا الأمر مو إحنا كناس مو إحنا كرياضيين مو إحنا كإعلام إحنا اللي للأسف للأمانة اللي قاعد نسويه هو التغني أو نتغنى باللي قاعد يصير بإخواننا وعسى الله يزيدهم خليجيا نتغنى بموسم الرياض في السعودية وهذا العمل الجبار اللي قاعد نشوفه سواء كان فني ولا ثقافي ولا رياضي ونتغنى أيضا بوجود عسى الله يزيدهم أيضا في قطر وشلون استعدادهم الخاص اللي كأس العالم للأندية بطولة الخليج وهم جاهزين أنا شفتنا يمكن كلنا شفنا رحنا أنا أشوف أن الدوحة هي جاهزة لاستضافة بطولة كاس العالم سواء كان من المناطق الخاصة بوجود فنادق جديدة أيضا من مجمعاتها المكيفة خارجيا وداخليا واضحة ومعروفة لكن حتى وانت تتمشي خارجيا مكيفة تطلع بره الملعب الجو شوي حار تدش الملعب تحتاج بلوفر تغطي نفسك فيه الملعب كلها مكيف وبارد وجاهز حق استضافة بطولة كاس العالم ومشعل أنا بتكلم الحين أرجع مرة ثانية لأجواءنا بالكويت أمس عرضنا تقرير لنجم السعودي كابتن تيسير الجاسم تتكلم عن الكرة الكويتية يعني يسأل ناس إلى خارج النطاق تتكلم عن الكرة الكويتية قال والله الأمانة الكرة الكويتية تحتاج الكثير والكثير للمنافسة الكرة الكويتية بعيدة لسنوات إحنا 12 سنة قاعد نشوف هي نفس الأسماء في منتخبنا الوطني ما نقدر أو أول بيننا وبين قطر والسعودية سنوات كثيرة تركي شوف إحنا بالوقت الحالي يعني كثر الله خيرهم يعني الحكومة اللي قاعد تسوي مدام إنه ما عندها دعم الرياضة والأندية أتمنى أنا خلاص يعني يا وقت إن نتدخل الشركات مو الخصخصة ولا دعم الأندية خلاص كل شركة تتبنى لها نادي خل تدعم خل نوصل أنت قاعد تشوف الأندية قاعد تدعمها شركات مثل ما تفضل أخي عادل سبونسرات إحنا يا رجل نبي نحط لوحة شركة لا أحد راضي هنا نادي يحط لوحة أساس الحطة حق مباريات تعاني الأندية تعاني قلة الدعم قلة الرعاية التي تيك وأنا ببنى الرعاية التي تيك يقول لك أنا علشان أرعى هذا الفريق أو أرعى هذه المباراة أبي مقابل أبي مقابل الإنكم اللي يلي هي شركة تجارية أنا عارف أنا عارف لازم لازم أوكي والإنكم مو شرط الفلوس ترى معنات المظومة حيل بسيطة كيف تقدر تجذب هذي للناس؟ جوائز ياخي ما يكون العين؟ إذا مو شرط الفلوس ما يكون يعني؟ يبقى بعد المرات يكون دعاية له شهرة أي أول أنا بحط دعاية وشهرة عشان تيني مو شرط يعني أوكي مو شرط النادي أنا أعطيك فلوس يعني يعني مو شرط أني أنا أدعم أنا مو شرط أني يعني أيبها لك بطريقة ثانية يعني أنا يبلك أمور صلاة التلفزيون شعارات شعارات يعني إحنا يتني شركة يتني شركة حطت مدة سنة سنة يوم قال إذا ما شلتوها راح أغرمكم مبلغ وقدرة شلناها على طول يعني إحنا محتاجين دعم محتاجين شيء يعني أمور ثانية أبو تركي كان أبو يضيف شغلة على قالوها الأخوان الملاعب تفضل مثل ما تفضل أبو خالد قال الملاعب بالصيانة إحنا ملعبنا صار للصيانة صراحة خلص شهر 11 دخلنا الملعب والله يا جماعة من غير يعني مبالغة أن الملعب يعني والله ما ودنا أن تمرن فيه بش اللي صار دشت خمسة انديا ورانا صيانة عادي أن تمرن عندكم ما نقدر نقولهم لا ثلاثة انديا قاعدت تمرن معانا زاد دولة تحت عشرين زاد الفريق الأول زاد تحت عشرين تمرن قبل مبارا بيوم عندنا الملعب رد مرة ثانية أنا أول مرة أرى صيانة في نص الموسم صيانة بذرة الشتوية بذرة الشتوية إحنا بو خالد بال بس عندنا بالكويت هذي البذرة الشتوية أنا حتى اليوم صارت لي مكالمة مع أخوي الغاري عندنا فلج حامد الشيباني قلت له يعني إحنا ليش ما نصير مثل الدول هذي بذرة طول الموسم ليش شتوية تقولوا والله أنا مستغرب من الأمر هذا يعني ما أدري فإحنا محتاجين شركات تدعم الأندية وخلاص هذا أمر إن الحكومة ما تقدر تدعم خلنا على الشركة كابتن مساعد إحنا إحنا إذا نقول اللاعب الكويتي إذا يشوف هذه الفوارق بينه وبين جيرانه حتى المدرب الكويت يعني ما يتحبط بشكل عامي بشكل عامي أكيد يحبط بس إذا أنت مساعد طريته على الأرضية أقولك يعني الأرضية الآن الصيانة من راحة الهيئة بدت تطلع على المشاكل هذه خل الأندية ملاعب الأندية وبعدين أنت كاتحاد أو كهيئة حاسب الأندية يعني أنت ليش تأخذ السيارة تخليها عندك أنت كهيئة وكل يومين والثاني مسكر لي ملعب كل يومين والثاني تسكر ملعب وتخلي الضغط على ملعب مو أنت شو اللي سويته أنت ريحت هذا ولعنت خير هذا يعني ما سوينا أي شيء يعني مكانك راوح فأنا أقول بالنسبة للملاعب أخلي أرد الأندية ما هي التعامل مع الشركة بعدين أنا حاسب الأندية إذا كان هناك خلل طبعا أنت لا تتكلم عن ملاعب عن منشآت يعني بشكل عام صح نحن فقط نتغنى في ما يعمله الغير فقط نعم مع الأسف يعني ما نفعله نحن دورنا بالعلام يمكن هذا الموضوع يتكرر الرسالة توصل لكن عندما نتكلم لازم نقارن ونطرح هذه المشاكل يوم عن يوم يمكن الرسالة توصل كبتن صالح نبتعد عن هذا الموضوع بشكل كلي تقريبا أبي أتكلم عن كونك عاصرت في بطولة تصفيات للشباب التي صارت في سلطانة عمان نحن كنا على خطوة من تأهلنا ولكن ما حالفنا الحافظ كلمنا عن هذه التجربة وهذه الفترة الخاصة وهذه المجموعة من اللاعبين شون نقدر نحافظ عليهم في المستقبل كونهم شباب والله شوف الصراحة حسب خبرتي حسب متابعتي المراحل السنية ومنتخبات أحب أشيد بهذا المنتخب كلاعبين كجهاز إداري فني طبي المجموعة هذه صراحة المفروض أن يحافظون عليها إذا الحن يبون مثلا لهم نظرة مستقبلية شون يقدر نحافظ عليهم أن يحاولون مثلا يحتوونهم يدخلونهم مشاركات أكثر يخلونهم مجموعات يطلعونهم معسكرات يدخلون عليهم اللاعبين المميزين المواليد ٢٩٩ يقومون دوريهم لأن صراحة المجموعة هذه يعني مثلا خليك منتخب ١٦ طبعا منتخب الناشئين والنتائج ممكن ما كانت زينة لكن منتخب ١٩ فيه عناصر فيه عناصر يعني تأمل منها خير في المستقبل أنا أكلمك على الحراس المرمى طبعا الحراس المرمى الحراس المرمى أنا أكلمك بشكل عام بالكويت العمار كلها كبيرة الحين تقريبا لو تشوفوا حتى حراس منتخب الكويت سلمان عبد الغفور و حسين كنكوني و حميد القلاف كلهم عمارهم سلمان ٢٧ ٢٩ بعدين ٢٩ كنكوني و حميد ٣٣ ففيه قاب كبير حتى يعني حتى مع احترامي منتخب الأولمبي حراسة ما عندهم حراسة مميزين ما نقعد نشوف حراس صغار إحنا بالدورة قبل كنا نشوف حراسة مثلا عمارهم ٢٠ و ٢١ قاعد يطلعون ما في حتى الاحتياط حين كلهم مكبار بالعمر فالحين هذي الحراس طبعا ظهروا يا تايبي عبد الرحمن كميل وساما عندما يتمنى من أندياتهم أن يهتمون فيهم على الأقل أن يتمرنون مع الفريق الأول حتى كون مع حراس الكبار مثلا يتعلمون رجل لكم ساعد بس بو خالد أنت كلام صالح كان واضح جدا هذه الخامات من اللاعبين الشباب اللي بعمر ١٩ سنة مو اللي يفترض من أندياتهم أن يشاركونهم بين فترة و فترة كحفاظا على مستوى هذا اللاعب النادي لا يفكر أن يفكر أن يفكر أن يفوز يعني إذا لقيت لاعب يفوزني خرقوا اللاعب صغير سوف يفوزك بس يدش بالمنظومة بخذة يعني أعطيك مثال على هذه الكويت وأنا أقول لك حتى لا نكون مثاليين لا الظروف جمعتنا سوف يكون حقاني أيام ما كان محمد إبراهيم مدرب خسرنا كاس الأمير أمام السالمية كان السالمية حتى بعشر لاعبين كانت واحد صفر لنا خسرنا بعدها فزنا فوز الدوري ليشون فقاعد معنا ابو نواف قال يبو أنا أبا جدد أعبي لاعبين عندنا لاعبين صغار زينين قلنا لها تأخذهم تلاعبهم نحن لا نفرط الدوري عشرين عشان تأخذ اللاعب بس تمرنا وياك جازع حربي خبيزي أحمد عزام طراروا طراروا قبلهم سنة تركي وفي لاعب خامس معهم يعني مو شاهين ولا طراروا ولا راضي جمال لاعب خامس معهم أربع منهم أساسيين لعبوا أساسيين خذنا الدوري اللي كان نحن والعربي اللي بفارغ مواجهات خذنا الدوري لا أساسيين لعبهم أنت بالنهاية اللاعب لدي شيء منظومة بأخذها لكن اللاعب يحتاج وقت عندنا الآن منتخب الشراب بن ناجي خذنا معانا مع أسكر وأعتقد في الأيام المقبل سأكون لها دورها لنا لاعب مميز بكل أمانة وأيضا فيه لاعبين زينين بس أنا فيه اختراح عندي خالح أن نظم حقهم يعني في البطورة العنوبية التي تصير شهر أربع لماذا لا يشارك منتخب الشراب وطع من بعض اللاعبين وطع كلام الخير كان فيه اختراح من أبو هملان الصراحة ونعم فيه بالله نمس عليه الصراحة رجل يعمل الضمير الصراحة ويعمل الصراحة ويعمل الصراحة فقال لنا أن من ضمن المقترحات التي يقدمها لللجنة الفنية أن يشارك هذا الفريق بالبطولة الأولمبية صراحة مجموعة طيبة وتبشر بالخير لكن تحتاج الى اعتماد صراحة بس المشكلة تعادل على اليوم بخالد على اليوم بخالد منتخب 19 منتخب الأولمبي كان كلنا فريق الأول يعني كنا أساسيين فريق الأول صراحة ذكر منتخب 19 منتخب الشباب كنا إذا متنعش واحد 13 واحد يلعب فريق الأولم بحام نفس الشيء الأولمبي كلنا بس الآن ما فيه قليل مثلا يشوف لاعبين يلعبون فريق الأول مساعد جزئيتك قبل فاصل على نفس الجزئية بس يعني هو قال نعتني منتخب الشاب أنا أكون معك صادق نحن المراحل السنية الدوري ضعيف أنا أكون مدرب الشباب دوري يعني مستوى فني الضعيف دوري بشكل عام نفس الشيء 17 15 نوعا ما كلها نعكاس يعني أنت لما تطالع مثلا فيفد طالع درجة ليش تروح بعيد طالع كاس سوبر طالع القاتسي وكويت أفضل فريقين طالع مستوى الفني نعم فنرد ونقول لن دي تهتم بالفوز الاتحاد مفروض يساعد في تغوية المسابغات تعطي حوافز تسوي تعطي تعطي زوم يعني على الدوري تعطي حوافز تغوي الدوري صراحة الدوري عندنا ضعيف ضعيف أنت الآن صراحة يقولك قبل نلعب بالمنتخب الآن طالع منتخب شاب عطني اسم لاعب تعرفه تخير بن ناجي منتخب الأولمبي عطني اسم واحد تعرف نعم الأولمبي كان عرفه بدر طار وبدر طار ما كان أساسي يعني الآن وصلنا مرحلة شوف هذه مخرجاتنا لأن الدوري ضعيف فاللي يلعبون ما تلقى أحد يلعب فوق من فريق الأول شوبي البحرين قبل سنتين طلعوا غانون أنه لازم لاعب من الشباب يلعب فريق الأول قصمنا على نادي أن يلعب يجبره أن يجتاز الدقائق معينة لنهاية الموسم نادي الأهل البحريني أخطأ ما لاعب لاعب طاحوا درجة ثانية خسرهم ثلاث نقاط وطاحوا درجة ثانية سبتها للقانون هذا أجبره لا مواقعي هذا القانون يعني مع العين وراسي أنك لاعب لاعب واحد لماذا مواقعي لأنه أنا أنا فريقة بأفوز سوري هذا اللاعب ما عندي لعب صغير زين عندي لعب أكبر منه أفضل يعني لم أقول اللاعب صغير عشان أنا قبل سنتين البحرين سوا وحين ماخذين كواس الخلي ما يخالف قبل سنتين سوا للشباب يعني شون ماخذ سوا عشان لعبين الكبار لا أفكر أو بس أنا أنا كلمك أنت ممكن كسبوا مواهب أقدر أقول لا ممكن تجبرني في عملية تسجيل ممكن تقول لي والله سجلة لعبة ما لعبت داخل ملعب أفوز أنا سوري أنا كفريقة أبي أفوز مو بالضرورة تقول لي والله لازم يلعب دقائق معين أو غيره اللاعب مريض مرتبك أي أن كان وما هل لاعب ثاني هدين نقول يا جماعة متخبنا ما في مواهب إذا نفكر إذا نفكر أدرى اللي يفرض نفسه أهلا وسهلا إذا ما عليش بخالد بالفترة الأخيرة إذا أنا سنة 19 سنة وراها 20 سنة وراها 21 يعني مع كامل احتران إذا لاعب متخرج من الجامعة إذا لاعب يفرض نفسه وما يلعب عبد الله وين رح يفرض نفسه عبد الله عبد الله ما عليك أنت لما دائما تضعني في 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 قالب مراحل السنية وما تريد تطلعني هذا هذا مشكلة تسجيل كان 40 لاعب عبد الله أنت هذا الأمر مرة علينا لفترات سنوات طويلة عشان أتجاوزها ما رح تجاوزها بيوم وليلة هذا الأمر ثبت لي أمر معين حتى حاليا أنا أتكلم القائمين على الاتحاد حاليا حط لي أمر لأربع سنوات جدام ثبت لي قل لي إحنا رح نعمل بهذا الشكل أربع سنين جدام أنا أقدر أعمل هنا تطلع الموهبة ممكن يأخذ مكان يعني مبارك فنينة ليش طلع وأثبت نفسه واحد عندك يطلع فيه يطلع لكن أنت ثبتني الله يخليك ثبتني على شيء خلني أنا كنادي يعرف أشتغل حزتها النادي إذا ما عرف يشتغل نحن نحن لوم الأندية والنادي رح يطور ونادي رح يطيح تقدر ابو عبدالله تضيف شغلة فما تجبر الانديية تتلعب صغير ولا كبير هذا النادي مصلحته سجلة فقط احتراف الجزائي خلا واحد 20 سنة رح أغلب اللي فوق 30 سنة ثم أغلب طيب يا جماعة عندي بريك عندي بريك يا جماعة أراجع لك أسريع أبي صالي أراجع لك أنا أعيد كلام ابو عبدالله لسبب قانون السواء التحر البحريني لا تقيس على منتخب الأول منتخب الأول ما رح يستفيد من هذا اللاعب عشان نثبت إن اللاعب استفاد شوفنا منتخب الأولومبي البحرين نعم أمتخب شاب البحريني إنت لما تجبرني أسجل لاعب لأجل منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي شون مستوياتهم أما المتخب الأول مختلف لأن أولا اللاعب فيهم مع المتخب الأول المتخب الأول أعمارهم كلهم فوق 22 هذه جانبوا إنت قيسهم منتخب شاب الأولومبي إحنا نحين 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 WHO إذا لعبنا لاعب أول عمر من المنتخب العلومبي هل رح يثبت؟ ما رح يثبت لسبب لأن في أندي كثيرة ما رح يثبتوا من هذا الغرار الغرار ما يكمل معاك شهرين يا أبو تركي عندنا إحنا عندنا قلة مواهب السابق الموهبة يجبرك وموهبتين ثلاثة الآن نحن ما عندنا مواهب رح نكمل مع بعض رح ندش بمباراة العربي والنصر بعد الفاصل رجعنا وياكم بعد الفاصل يستسمحون لي العرباوية سؤالين ودش بالمباراة إن شاء الله العربي والنصر لكن سؤالين موجهين لأثنين من الضيوف تسمحون لي العرباوية لا من أحد تسامح لك خذ وقتك أول مرة نصدم عنه لا شاء يقول أول فاصل لنا أنا قلتها شي مجاملة بس لا تقعد تسأل سؤالين بس تسمحوني العرباوية برضا برضا طيب بو مشعل بالأمس أو أول أمس تكلمنا عن خروج عدي الصيفي وانتقاله وقبله عدي الدباق الدباق أيضا عندنا اليوم علي نادر هالأسامي اللي قاعد تخرج من نادي السالمية شنو اللي قاعد يصير الانتقالات الشتوية شنو ناوين عليه نبني نتعرف أكثر بوجودك اليوم شوف أبو تركي قبل النقاط هذه أنا قبل شوي قلت أن فوز العربي ضيق الخلق مو مسألة أن أنا ضيق خلق على فوز العربي بعكس من ما يتمنى العربي يطلع بالساحة ويبرز لكن أن المباراة كانت جدا مملة معنى إيجابتك كانت واضحة يعني أنا عرفت قصدك النقاط مثل ما تفضلت يعني تبقى بالتسلسل ولا أديش فيها يعني شوف عدي الصيفي بالنسبة له وبالنسبة لنا احنا كنادي السالمية يعني صفحة وانطوة خلاص عدي اختار الطريج اللي يبيه والله يوفقه بنادية وخلاص يعني اللي طلع من نادي السالمية بشار وجاسم يحزن على طلعة عدي الصيفي الله يوفقه واللي يبعده يبيه بغيره خروج أخوي علي نادر علي نادر كان يعاني من إصابة بسيطة كانت تمارينة يعني ما كانت ملتزمة لإصابته وإحنا لما خدناه من نادي الشباب عطينا الأخ أخوي الغالي جابر الزنكي كلمة إنه متى ما يبيطلع يينيانا شخصيا وعطيه كتاب شطبه يتوكل على الله قل لعب معي سنتين ونص ياني شخصيا أنا بس كافي قلت لك تفضل معي هذا كتاب شطبك توكل على الله هذه كلمة أهم ما في الأمر كلمة والأمر وأمر عدي الدباق أنا مثل ما قلت عدي الصيفي صفحة وانطوة عدي الدباق صفحة وانطوة أفهم ما بين السطور ليش صفحة وانطوة أنا ما أفهمها من السطور أنا وضح للمشاهد لا 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 أنا ما قدر أتكلم أكثر من هالكلام في أشياء قانونية يمكن ما بيتكلم فيها في أمور أنا ما بيتكلم زيادة فيها هذا دور بجيس إدارة في أمور يعني خلنا ساكت لها الحدب تركي لأن في أمور ما بيتكلم فيها زيادة طيب بس أنا أساس كلمة منطوة أنا ليش قلت لك عدي الصيفي بس سؤال واحد أنت تقصد منطوة لحي لاعب السالمية بس جاوبني لا 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 كلاعب نادي السالمية لا 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 ما هو بحسابات نهائيا ما هو بحسابات نهائيا أنا حاليا للأمانة استراتيجية الجهاز الفني في إجراءات تقصد استراتيجية الجهاز الفني ومجلس إدارة أن خلاص يعني بناء فريق يعني ندخل عناصر الشاب بالفترة أنا بس يعني أوضح منطوة يعني فيه جراءات فيه جراءات فيه جراءات راح تقوم فيها مجلس إدارة وهم الأخص اللي يقومون في التصريح بالأمر هذا الأمر القادم لنادي السالمية فيه عناصر جديدة راح تدخل يجب أن يكون فيه تحركات قوية للأمانة فيه عناصر الأمانة فعالة فيه دخول عناصر شبابية بالفريق مثل ما طلع مبارك فنيني مثل ما طلع فواز عايد مثل ما طلع محمد هودي فيه عناصر وأنا ذكرتهم هنا حمد القلاف مهدي دشتي لعب متخب الشباب عبدالله النجدي فهد العبيان هذه عناصر أنا أقول لكم بدنا الله إذا نحن موجودين بالنادي ولا خارج النادي راح تذكرون أزاكم على القوة أبو خالد موضوع جمعة سعيد اللي قاعد نتكلفه اليوم أنت بوجودك علشان بس نسأل هذا سؤال إصابة جمعة سعيد وشان ممكن تعويض هذه الإصابة خصوصا أن الفترة ما هي كصيرة ما أقول لك الموسم كامل لكن تقريبا أقدر أقول ثلاثة أربعة الموسم راح أكيد سعيد هي كسر بالترقوة ويحتاج لعملية ويقادر إن شاء الله بإذن الله يعني خلال 72 ساعة إلى فرنسا ونشكر أخوي العزيز أبو محمد رئيس النادي لتحمل يعني علاج كامل وراح سبوع يكون في فرنسا بعد سبوع راح يرجع لكويت وبأي مكان يحتاج العلاج برا الكويت ما راح نقصر مع جمعة بالذات جمعة موضوع أننا نشيل نرفع اسمه طبيا ونسجل محترف مكانه هذا خلال 48 ساعة راح نقرر هذا الأمر يعني بالنهاية جمعة إذا عودتها بتكون أول ثلاثة لا راح ننطر جمعة من لاعبين لهم قيمة خلينا ننطر ولكن إذا كان أبعد هذا حق مشروع للنادي ناستفيد من محترفين بس بخالد فيه جزئية انتقالات شتوية ومحترف سوبر أو محترف ممتاز قيمة اللاعب هذا لا يوجد أحد يخسره خصوصا في هذه الفترة يعني إيه بس أنت تدري بتركي شهر واحد شهر واحد هو الأساس فيه دوري أبطال آسيا فيه الدوري وفيه كسوي العهد ثلاثة بطولات أيضا شهر أسنين أعتقد ثلاثة و أربع مباريات دوري ولعبتين أسيوية سواء كان دوري الأبطال أو كس تحاد للسوئي في الجدول الجديد فهذه مباريات مهمة تحتاج محترفين فأنا قلت لك إذا كان جمعة عودتها في أول مارس مختلف الوضع لأنه يبقى قيمة جمعة سعيد بالنسبة لنا لاعب أنا أقول لك جمعة لها قيمة ليس فنية جمعة قيمتها نفسية جمعة ما عمل خلال السنوات التي معنا في نادي الكويت صحي يعني ولا يمكن نجح هذا الأمر ولكن تدري بالنهاية هذا كرة القدر نعم واضح يا أبو خالق لكن لا أضع فاول شنو أثرت الشر لقيب جمعة ذراحة لكن لا أعسبها فاول بعد هذا لا أعسبها فاول لا أعسبها فاول بعد الكسر الذي حصل في هذه العظمة عموما لأن محمد الصالح يفور معنا دعونا نطلب المنيماتش في فوز العربي على النصر داري الكنديري في المقدمة ننتظر إشارة مراغب المباراة فيصل العبيدلي لحكم المباراة عمارش كانالي لكننا لا نتكلم عن الجماهير على العموم باريال يلعب الركنية أيضا نبعات من حارس المرمى خليفة ولا زالت للعربي جو العربي يفتح تسجيل عن طريق المدافع الأزماني تشوفي تورس أبعدها في البداية خليفة رحيل وأول أهداف المباراة في الدقيقة خمسة السنوسي الهادي يلعب كرة لا فو ماريون ماريون بيمر مار ماريون كرة معاي تقدم ويعلي لها كرة لكنها أيضا يبعدها على طول أحمد حسن ترجع مرة هون الله الله لعبة خطيرة للعربي يسلم نفسه لكن يوسف يوسف قلبه يوسف قلبه يحاول يتقدم وروبن من عباما يقطعها والمتابعة للعربي ركلة جزاء ماريون عطاه لإذن حكم المباراة ماريون وضبع وضبع حمر بحط بالجول محظوظ محظوظ في راية في راية في راية مدعا سلمان 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 حاول لحظات أخيرة ولكن بيد سليمان عبد الغفور نقول بشكل حلوم حما صفر وين من غلها حما صفر يأخرها شوي الجعلي يوسف أيضا القائم الأيسر هذه بالكعب حلوة جمعة بود والانطلاقة لطلال العجمي العجمي يعلي لها كرة خطيرة لو حصلها تنلعب ولازالت خطيرة الله يبعد يبعدها حسن حمدان يبعد هدف مؤكد وهذه محاولة سنوتي بيمور قول أوه هذه محاولة طلال العجمي طلال 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 بيمرر ويفوث وتضرب وبيض حارس المرمى طلال العجمي بيلعب كل ألف خطيرة والرأسية لا زالت بحضب القول بيشيلها وخطيرة أو ممكن يرجع منها الخالف بعد ما شفنا ملخص مباراة العربي والنصر اللي ابتدت فيها الجولة السابعة من دوري فيفا وإن شاء الله مباراة الغد مبارتين باتر ومبارتين عقب باتر محمد الصالح اليوم العربي حقق فوز مهم جدا بهدف الأسباني تورس واليوم أيضا شفنا العربي بتشكيلة مغايرة للأمانة بوجود أكثر من لاعب تحت شاب نقدر نقول تحت العشرين عبدالله حسن وحسن حمدان ومحمد صفري يعني ممكن نقدر نقول المدرب استفاد من كاسة الاتحاد تحديدا بوجود هذين اللاعبين كيف حدت العربي بهذه التشكيلة الجديدة أول شعب درغان تشكيلة جديدة اللي هي خط الدفاع كامل وهو اللي تغير ما تغير شيء جدام جدام نفس اللاعبين بالضبط إذا حسب هذين من اللاعبين اللاعبون نفس اللاعبين اللهم بتغير بعض المراكز يعني بشاري صار راس حربة أو مارين نفس الشيء مارين نفس الشيء وراء مشاري والأربعة البقية نفس الشيء ما تغير توريس صار قلب أنا شفت شيء يديد شو ما تغير في تغيير أن توريس رجع وراء وصار فيه المساكين الاثنين صارت ثلاثة أربعة ثلاثة بدلا تصير تغيير هذه الخطة عبدالنا نتكلم اللاعبين لجدام بتكلم بس هي خلطة صارت تغيير بعض المراكز لعب خطة يديدة اللاعبين اللي لعبوا وليددد هم وراء حتى محمد صفر لما كان على جناح ما كان وهو لاعب بالأساس قاعد يغطي وراء أكثر جمع عبود اللاعب على اليمين أيضا قاعد يغطي وراء أكثر حسن نحمدان بصراحة أجادة واللاعبين اللي يدد لما أنا ليش قاعد أقول لك وركز على الخطة اللي وراء عبدالله هذا أول كلين شيت حق العربي أول مباراة يأخذ العربي فيها كلين شيت كان معدل دفاع العربي عبدالله في الست مباريات الماضية هذه السابعة الست مباريات الماضية 2.5 قولين ونصف كل مباراة يدخل على العربي لعب ست مباريات عليه 15 هدف 15 هدف يعني معناته 2.5 العربي مسجل ست هداف حتى حاليا سبع هداف العربي عجبك اليوم محمد الشوط الأول نعم الشوط الأول نعم العربي عجبني نوعا ما يعني فيه تغيير العربي ترى ضيع كرة عند القول وسجل هدف وخذ بالانت فعطفا على المباريات السابقة طبعا تقول لي يعني هو بشكل عام تقول لي هذا مستوى العربي لا معاجبني أكيد يعني لكن أنت تتكلم عن ست مباريات الماضية هذا المستوى نعم أفضل مما كان علي يعني تتكلم عن الشوط الأول طبعا الشوط الثاني نوعا ما صار فيه بعض الاحتزاز وفيه آخر الشوط طبعا نصر حاول أن يسجل وكاد أن يسجل لكن الحمد لله كان المدافع حسين الحمدان شال كرة لا تنشال بصراحة سلمان عبد الغفور موجود كذلك خط الدفاع بشكل عام أنا أكلمك أول كرين شيت للعربي فهذا على الأقل بدأنا نفكر بشيء مختلف أن العربي لا يدخل على قول من قولين من نصف كل مباراة فيه مباراة ثلاثة فيه مباراة أربعة فيه مباراة قول لكن العربي حاليا بما أنه وصل لهذه المرحلة للدفاعية التفكير بأن هذا الأمر لا يدخل على قول هذا شيء ممتاز على الأقل بداية انطلاق لتغيير وضع أو شكل الفريق حلو كابت المساعد تكلمنا عن نصر شون شفت أداء نصر اليوم خصوصا بالشوت الأول أنا أرى الأمان يعني يعني مستوى أكيد ما يرضي أي أحد سواء نصراوي أو غير نصراوي بس قبل أن ندخل هذه المباراة يعني كانت ظروف جدا سيئة يعني مو سيئة جدا سيئة يعني تغريبا أنت تتكلم اليوم لاعب محترف واحد فقط داخل الملعب دخل أنت تتكلم عن لاعبين المحترفين بالبداية اللي هم فقط روبين يعني أنت لما تتكلم مثلا تقول العربي أي نعم العربي صح ناغص في الخط الدفاع بس على الأغل العربي كان فيه أربع محترفين داخل الملعب نحن اليوم نتكلم عن انبارات اليوم صارت لها مشكلة صغيرة بعد كلا سخيجي البحرين للحين أو لي قبل ساعة لالحين ما رد سيد يعني كلها كان في حسابات المدرب تكلم عن المهاجم الفريغي مانه نفس الشيء مصاب لاحين بعد كلا سخيج ما رد لكويت ما رد للحين ما رد شنو تقصد ما رد لأنه فيه مشكلة صغيرة عنده بدوامة فلا الحين ما رد على الكويت يعني كان مفترض أنه يرد قبل يومين ولالحين ما رد عرفت فكلها يعني هذه أثرت على خيارات الجهاز الفني يعني الله يكونوا بعملهم جهاز فني ويداري يعني على الظروف الموجودة إضافة إلى لاعبين محليين اللاعبين محليين أهم أكثرهم كانوا إصابات وتلاحظوا كلا ستحاد يعني أغلب اللاعبين كانوا يلعبوا اللاعبين عشترين مع هذا مع هذا يعني أنا صراحة يعني ما أحب دائما نلوم على لا نص اللاعبين اليوم اللامون المظهر اللي ظهروا فيه بعض اللاعبين اللامون صراحة يعني لازم يشوفون شنوقع يسوون داخل الملعب بعض اللاعبين أنا أتكلم مثلا اليوم خط النص تكلم عن خط النص كامل أكبر لاعب ما ليه ستة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين تسعة وتسعين ألفين خمس لاعبين اللي بالنص ما فيهم ولا واحد لاعب خبرة يعني الله يكون بعونهم بس مع هذا يعني أقول لك رغم الظروف أنا ظهر في الشكل هذي اللي ظهرنا فيه خصوصا شوط الأول يعني الخيط والمخيط من تلوم أنا قلت لك شوف المدرب الله يلوم اللي يلومه مدرب الوضع اللي محطوط فيه ترى من بداية الموسم يعني نحن ترى بدينا الموسم متغير تغريبا عن الموسم اللي فات من خمسة لست لاعبين مدرب جامسك بفترة أنت يطلع منك باكات مثل محمد خالد على عتيج يطلع مش على الفواز يطلع سيد مهدي يطلع مهاجم أنت متغير عندك أكثر من نص الفريق هذا رغم واحد مشينا مع الوقت نجي ظروف ومبارات اليوم ظروف فوق ظروف يعني أنا كلامتك فقط عن لعبين المحترفين روح بعد اللعبين المحليين محمد هادي كان مصاب دخل تمرين بفترة الأخيرة نفس الشي بندرنايف مصاب يعني إصابات واجزة عزمشان تراني تيسير طبعا يصابه تيسير توه قبل يومين قبل يومين يعني كان في حسابات المدرب نفس الشي بعد عشان ما نسحت فأنت اليوم لعبين ثلاث لعبين لعبين عشرين في المبارات ما نتكلم يعني يعني ما لوم جهاز فني جهاز داري بس هم في لوم على اللعبين يعني مهما مهما يكون نقص ما نظهر من المستوى هذا اللي ظهرنا فيه خصوصا القيام الأول القيام الثاني حاولنا حاولنا الرد يمكن صارت تبديلات بين الشوطين نزل عزيز مشعان وياه وياه خروط سلمان برمية وياه خالد شمان حاولنا بس مهم يوم نزل محمد هادي شوي صار في بعض الجمل التكتكية وصل الفريغ القول وقدنا نسجل معنا نقولك بالخير ما نستحق نصر يا مساعد كان ضايع هجوم خصوصا هجوميا أنا شفته كان ضايع في مباراتها اليوم طيب كابتن صالح أتكلم وارجع للنادي العربي مرة ثانية بشكل عام شنو دور هذا الفوز وانعكاسه على نفسيات اللاعبين وشن نقدر نادي العربي يستفيد من هذا الفوز خصوصا بعد الضغط واللوية اللي صارت لها بالفترة السابقة شوفوا المبارات اليوم الفوز كان أهم من الأداء يعني صراحة بالنسبة لقنادي العربي كان فوز جدا مهم خاصة بعد الظروف اللي الفترة الأخيرة اللي مروا فيها أشيد بسلمان عبدالغفور صراحة كان لدور كبير اليوم بالمبارات حارس لوزنه ولثقلة صراحة التمركزه كان جدا ممتاز بالمبارات تنحسب له تنحسب له تنحسب له اليوم من فوز العربي نعم صراحة كانوا الأخطرهم بالمبارات تقريبا آخر شرط الثاني بس هم تراجعوا أرد يعني محافظون على الهدف كانوا فاللي حصلت فرص حق نادي النصر يعني صراحة نعم أنا عندي تقرير مهم جدا للعبين نادي العربي بعد نهاية المبارات خنشوف التقرير ومنا لفاصل وننعلق عليه إن شاء الله بعد الفاصل طبعا الفترة قطافت الوقفة في هاداتنا قدرنا أن نسوي توليفه نعم الفريق يأخذ على بعض بداية الموسم كان تشكيلة يديدة لاعبين نيدا دشوع الفريق محترفين العامة كانوا عندهم محترفين دشوع الفريق محترفين فالفترة اللي طافت الوقفة كانت جالي لنا كاستحاد والحمد لله طلعنا بثلات نقاط وإن شاء الله غادم أفضل إن شاء الله نوعود جماهير إن شاء الله في البترة الجاية أحسن وأحسن ونطلع بمستوى اللي يغفين بإذن الله شيء يتغير بالعربي الحين معاكيد حتى تغير طريقة الليب يعني الناس تطمح أن يقدموا الأفضل حق الجمهور اللي حضرنا براية الطاقة إن شاء الله نعوده إن شاء الله خير في البترة الجاية اليوم وفقنا الله عز وجل في المبارأ قدرنا نحق ثلاثة نقاط مهمات إن شاء الله وزي ما قلت أنت فوز يجيب فوز إن شاء الله الواحد يحاول يعطي كل ما عندي داخل الملعب وبالعكس يعني قاعد نقدم في كل ما عندي الفريق إن شاء الله نساعده بعضنا نيوباقي زملائي إن شاء الله ونحقق ثلاثة نقاط إن شاء الله شكوك للجماهير العرباوية والله نوعده من ينين نقدم كل ما عندي ونبدل جادي كامل داخل الملعب ومع طوفيق من الله عز وجل إن شاء الله يساعدنا ونقدر نحقق المزيد من الانتصارات إن شاء الله أنت كمحترف راضي عن مستوىك حتى الآن مع نادي العرب والله بالنسبة لي الحمد لله راضي مازال عندي أكثر لكن الحمد لله راضي قاعد نبدل في مجهود وقاعد نقدم في اللي عندي إن شاء الله بإذن الله مع كل مباراة يتحسن أدائي إن شاء الله أكثر وكتر رجعنا وياكم مرة ثانية بعد ما شفنا لقاءات خاصة في لعبي الناد العربي أيضا جزء آخر من هذا التقرير خنشوفه ويا بعض ونتناقش على ردة فعل اللاعبين بعد نهاية المباراة بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أول شيء الحمد لله على أول ثلاث نقاط لكل عارف إنه مو هذا مستوى العربي ومو هذا الفريق اللي انتظرنا يعني خاصة بعد ما بداينا السنة كان المفروض إنه نشوف أفضل من تذي لكن الظروف يتذي وإن شاء الله يا رب الأمور راح تتعدل بإذن الله والفوز على قوتهم الفوز هي بفوز فاليوم يعني الشباب كانوا مستدبحين وضروري كنا ناخذ ثلاث نقاط عشان على قوتهم نبدي بداية حلوة إن شاء الله بقسم الثاني إن شاء الله يا رب الجمهور يسأل وين حسن المساوي والله في كلام كبير وايد لكن مو الحين كل شيء بوقت حلو لكن أنا موجود مع الفريق ومتمرن بالعكس وراح أخدم فريقي لو يحتاجني بدقيقة أنا موجود بالعكس يعني الجمهور عارف العكس أنا ممكن أضحي بكل شيء عشان فريقي ممكن أسوي أي شيء حق فريق نادي العربي بس في أمور إن شاء الله تنحل بين الجهاز الفني والإداري وناطرين إن شاء الله جواب من رئيس النادي بس الدارة ولا الجهاز الدارة الكل طيب محمد الصالح بعد ما شفنا الجزء الأخير من هذا كابتن حسين المساوي يقول في أمور قاعدة تنحل بيني وبين مجلس إدارة العربي حتى الجهاز الداري الكل هو قال الكل بالنهاية هذا أمر بدئه عبد الله هو يمكن بس حسين كان شوية صريح أكثر يعني على الكاميرا ولا هذه الأمور ترى وشيء جيد أن هذه الأمور ما هي منتشرة عند الناس بشكل عام ما هي منتشرة لإعلام ما هي منتشرة لذا كان لقيت هذا الخبر أصلا موجود من زمان فهذا شيء موت ومواليد اللحظة يمكن العراوية بشكل خاص جدا قريبين من النادي ومن داخلين داخل النادي في أمور النادي هم اللي عرفون شي اللي صاير كلميانا أنا ما أدري شي اللي صاير بينهم يعني كتحديدا بالتفصيل ما أدري فما أقدر أنا أبوح لك بشي ممكن يكون ما هو دقيق أو يؤول هذا الأمر ممكن يطلع المسوي بانتقالات الشتوية من العربي ما أعتقد لا مسوي لاعب النادي العربي وحسين المسوي يعني ترى ما تتخيل شكله في نادي آخر حسين المسوي لاعب النادي العربي يعني فما ممكن يروح نادي ثاني لأمور أعتقد أن حتى الجهاز الإداري أو بجلس الإدارة سيحافظ على لاعبين بهذا الشكل وخصوصا أن حسين أدى وعطى الكثير للنادي العربي بصراحة أدى وعطى فطبيعي أن النادي ما راح يعامله في جفة وهذا نادية بالنهاية وهو يبقى هذا الأمر واجب عليه ها كحسين أنت لاعب النادي العربي وهذا النادي العربي مو أي نادي يعني هي مو مننا من حسين على النادي هذا ناديك مثل ما هو محتضنك وإنه هو اللي سواك كلاعب أيضا حسين عطى للنادي العربي قابل هذا الإحسان بالإحسان فالأمر فيه توافق كبير بين نادي العربي وحسين المسوي ما أعتقد راح يكون فيه خلاه بسيط لخلي حسين يطلع من النادي نعم بو خالد نحن بالسابق علي مقصيد صرح وقال لوسائل الإعلام اليوم حسين المسوي في مايكل رايو عدسة 18 قال فيه أمور هذا أمر طبيعي يحصل ولا المفروض أنه ما يكون هذا شيء من خلال تصريحات يطلع للإعلام بشكل عام والإعلام ينقلها للجماهير هو مفروض يفترض على اللاعب أنه ما تدخل حتى لو فيه شيء يعني أنت تحاضب يمكن نشوف نحن قاعدين نحن مرتاحين ومايوس وغالف يمكن الضغط اللي على اللاعب بالذات مقصيد مقصيد يعني قال مقصيد المسوي أخطأ أو بو خالد لا المسوي ما شوف فيه خطأ عادي قال فيه أشياء راح تصير يعني أشياء احنا يمكن أشياء إيجابية يمكن تفاهمون يعطونا فرصة زيادة لأن يلعب أشياء عادية مقصيد أعتقد أن يفترض يعني أنا كمراسل أو كمذيع أبي سبق بس يفترض المقصيد بعد المباراة ما يطلع لأن أنت بنرفس ولكي تقول كلام يعني حتى لو كنت على حق يعني العالم تفهمه أن أنت تصيد عليهم كانوا يفترض بس أنا قلت لك اللاعب الضغط اللي على اللاعب وقت المباراة وقت هذا احنا قاعدين نتكلم هنا ما تدري شنو الوضع اللي كان هو فيه عشان هذا أنا فيه لوم عليه وما فيه لوم عليه اللوم اللي هو مفوض ما يتكلم وما فيه لوم عليه يمكن رجل انفجر يمكن كان يتكلم يتكلم معهم بعض الأمور لكن صدقني أبو تركي دائما أنا أقول للاعبين ابعد عن تويتر انستجرام تلفزيون خل هذه الأمور حق المختصين بس عندي شغلة أبو تركي أنا في وجهة نظري من وضع العربي في هذا المأزق هو مشاركة البطولة العربية العربي بفتاظ ما يشارك ببطولة مشاركة البطولة العربية خلتها يستأجل على المحترفين خلتها يروح مع عسكر باتشر أنت توق يعني خنقول حقبة جديدة مجلس إدارة جديد العربي الآن بيسجل المحترفين عط نفسك مجال يعني أنت بإمكان العربي يسجل المحترفين ترى قبل الله نلعب الدوري بيومين لكن العربي يسجلهم باتشر حتى بطولة العربية أنا أعتقد في ظروف العربي مشاركة في البطولة العربية في الموسم هذا أخطأ أخطأ طبعا هو ونتاجها اللي قد تطلع لأن ليش بو تركي استعجال على المحترفين العربي اللعبين محليين ما هم لعبين بالجودة عندهم لعبين جيدين لكن مو بجودة عالية صراحة المحترفين خمسة هم اللي شنونك الخمسة واحد فيهم الليبي مبارات ومبارات كل مبارات يلعب روح ولكن ما في مستوى فني الثلاثة الآخرين ما هم بالمستوى لو كان العربي ممشارك في العربية أنا أتكلم ليس العربي لظروف العربي ممشارك في العربية ومعطي نفسه مجال أن يسجل المحترفين أعتقد الأساس أقوى بيكون أعتقد أنه بيكون العربي أفضل من شيء صالح توضيح بسيط خالد نادي العربي مجلسة دارة فاز بشهر واحد لازم الفنية شكلت وعلى أساس أنه يفترض المحترفين خاصة من شهر أربعة يعني أنت إضافة أن النادي العربي هو أسرع نادي ممكن يتعاقد مع المحترفين لأنه لا يوجد محترفي بدل أو لا يوجد محترفي يتفاوض معه على سعره وغيره أو تجديد عقد من عدمه لعبين المحليين بخالد نتقول جودتهم بغض النظر لعبين العربي طول عمره يمكن بشكل عام لا يوجد لعبين منتخب ولا غيره لعبين المحليين يذهب من غير خمس محترفين من غير خمس محترفين يابا المركز الخامس في الدوري وكان أو الثالث طول الدوري بشكل عام يعني أنت لو أضيف عليه محترفين بجودة عالية كان ممكن العربي نافذ بشكل قوي على الدوري ما أقولك أخذ هذا آخر سؤال عقضي في ما عندي وقت لأنه لأنه بجر العربي فاز وبجر المؤفوض أنه يزهر شبوا عبدالله لأنه أكثر واحد أعرف قيمة لعبي العربي لأنه ملعب الكويت العربي أحسب لهم مليون حساب لكن أنا أتكلم بالجودة ما هو نفس جودة لعبي الغاطسي و الكويت كخبرتهم منتخبات و معسكرات ترى المعسكرات تصنع لاعب أنا أقول لك بعض لعبي العربي ظلموا بالسابق و عندهم جودة كان لكن ظلموا فهذا الجودة تقل المحترفين أنت الأسبان اللي هم سنقول أقل لاعبين أنت خلصتوا يام شهر سبعة ما خلصتوا يام شهر أربعة فهذا اللي أقصده العربي تأخر في المحترفين أصلا واضح كبت صالح ما رأيكم المحترفين العربي؟ بإمكانهم من يكونوا الأفضل منهم أنا أضم صوتي مع صوت بخالد أنه استعيلوا مشاركتهم بطولة العربية خلتهم استعيلون بصراحة بالمحترفين بإمكانهم من كانوا تأنون في الاختيار المحترفين أكثر شوفوا أنهم يتغيرون من الانتقالات الشتوية؟ أعتقد بشكل كبير ستغيرون ولازم يتغيرون خاصة خط الدفاع يعني مثلا ينقص مع أمر الخبرة يعني صراحة احتاجوا واحد بالتنظيم كم أكثر تماما بس مبدأي مايستر تقول العربي استعيل فيه لأنه معلش نادي كلما يتأخر في التوقيع مع المحترفين شو نقول خذ اللي ما أحد يبيه خذ الباقي من المحترفين أما لما توقع معام باتشر فأنت صدت قبل الأندية الأخرى وفي ويانا حصلت شوات في هذا الأمر حتى في الأندية العالمية هذا الأشياء نحن نرى لعب يتوقع مع نادي أسبوعين ونحن نادي ثاني نحن نتكلم يعني أنا تكلم تأخر العربي كان عنده عمل من شهر واحد نحن نتكلم عن دوريات باباية من شهر واحد إنه هو يشوف محترفين على راحته لأنه ما عنده محترفين أصلا غض النظر لنجسي دار أيديد طيب أنت ما عندك محترفين بس لا وإضافة إلى هذا أنت صالح إضافة إلى هذا كل اللاعبين الموجودين محليين فأنت بالتالي عينك على النقص اللي عندك من المحلي أنت تشوف أضعف المحلي الموجود والدعم اللاعبين يا بولك يا بولك مركز ما أدوا أداء جيد بلا محترفين فإذا لم أضيف عليهم محترفين بابد الله أعطيك الزبدة بابد الله بابد الله أعطيك الزبدة محترف لعلى قيمة عالية بغض النظر على قيمة السوقية ما راح يكدون الكويتي طيب ناد العربي طمح النفي بيأخذ شم محترف من الأندية من الأندية ما لقى قبول توهج يعتظم كل محترفين وصلنا للختام يا جماعة شكرا على تواجدكم اليوم شكرا لكابتن صالح معدي كونك لقاء الأول اللي هي برنامجة 18 أشكركم إن شاء الله نشوفكم دائما إن شاء الله أشكركم أنا أتضافة جميلة وأتمنى الصلاحة منكم ممكن تعملوا حلقة خاصة حق منتخب الشباب يعني يتكلمون حتى لو تبعوا اللاعبين مثلا يتكلمون سالة المباركة تتكلمون عن أداء صراحة لأنه كان متوذن واضح فارقول صالحة فارقول فارقول نحن مقصرين وإن شاء الله يكون هناك حلقة خاصة هذا المنتخب اللي الأمانة كان لخطوة بس للتأهل قاب قوسي نواجنا صحيح كاتب سعد أعطيك العافية على تواجدك اليوم من أول ما دائما ومش على أنت ما غريبة عليك أيضا بخالد أنت صاحب مكان حمد الصالح أعطيك العافية على تواجدك في البرنامج إن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم برنامج الثمنتعش مع أخوي بو خالد اللي رح يكمل مسيرة الأسبوع القادم مع السلامة نعم اشتركوا في القناة